أخونا سعد يرغب في إجابة مفصلة عن مسألة قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام خاصة في الصلاة الجهرية متى يقرأوها؟ عندنا سنة نبوية كريمة في هذا الباب وبالتالي علينا أن نسرع عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ كراءة جهرية فلما فرغ الصلاة قال من ذا الذي ينازعني الكراءة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لقى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الخبر قد أخرجه الإمام أبو داود بإسناد حسن وبالتالي فنحن لا نحتاج إلى إراد أقوى الفقهاء واختلافهم مع وجود هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد في حديث أبي بكرى أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه معناه أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب بس انتجنا من ذلك أن الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا في الصلاة وإنما هي واجب فيها تسقط لوجود العذر ومن العذر أن لا يدرك الإمام إلا وهو راكع وبالتالي نفهم هذه المسألة والعلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال منهم من يقول بأن قراءة الفاتحة للإمام ركن كما هو قول الصحابي أبي هريرة وقول الإمام البخاري ومنهم من يقول بأن قراءة الفاتحة للمأموم واجب كما هو مذهب الإمام الشافعي ولعله أرضح الأقوال ومنهم من يوجبها في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية كما ورد ذلك عن المالكية ومنهم من يقول بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مستحبة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد ورحمة الله على الجميع ولكن القول الأول بوجوب قراءة الفاتحة هو الأظهر بناء على هذه الأحاديث إذا تقرر هذا فإن كان الإمام يسكت فإن المأموم يقرأ في سكتات الإمام وإن كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ في أثناء قراءة الإمام للفاتحة فإن المأموم يقرأ الفاتحة في أثناء قراءة الإمام للفاتحة لأن لا ينازعه في قراءته